رفض الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والذي ضمن 13 حقيبة لمعلومات أكثر ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش ياسر إذن تعديلات مفاجئة قام بها يوسف الشاهد هناك الآن خلاف بين الرئاسة وبين رئيس الحكومة كيف يبدو المشهد لديك نعم يا رمساء الخير يعني هذا ما اتضح جليا بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزريا جزئيا على فريق حكومته هذا التعديل الذي طال قرابة 13 وزارة وحقيبة وزارية أيضا تم استحداث وزارتين وزارة للهجرة ووزارة للوظيفة العمومية هذا التعديل فقط شمل أحزاب النهضة وحركة مشروع تونس التي يتزعمها محسن مرزوق إضافة إلى حزب المبادرة بقيادة كمال مرجان وهو شغل منصب وزير في نظام الرئيس السابق زين العبدين بن علي منذ لحظات توالت ردود الأفعال السياسية على هذا التعديل الوزاري منجي الحرباوي قال في تصريحات خاصة لتواقم الغد بأن هذا التعديل يعتبر بمثابة انقلاب على المصارى الديمقراطي في البلاد والتفافا على نتائج الانتخابات الأخيرة سيما وأن حركة نداء تونس هي الحركة التي فازت بآخر انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد كما قال المتحدث بأن هذه الحكومة هي حكومة النهضة بامتياز هذه هي صورة الأوضاع حتى اللحظة وردود الفعل وإن كانت دا تونس استبقت اليوم بعد رفض الرئيس الماجي قائد السبسي التعديل الذي أجرى يوسف الشاهد يعني يقول عدد من المتابعين والمراقبين للشان السياسي الداخلي في البلاد بأن هذا الخلاف ليس جديدا وربما بأن هذا التعديل الوزري قد صلطت ضوء على الخلاف ما بين رأسي السلطة التنفيذية مؤسسة الرئاسة من جهة بقيادة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومؤسسة رئاسة الحكومة برئاسة يوسف الشاهد هذا الخلاف يعني كانت بعض الوسائل الإعلام المحلية تحدثت عنه وبعض المصادر المقربة من الرئاسة في الساعات القليلة الماضية بعد الاجتماع الذي جمع الرجلين أقصد هنا الرئيس السبسي ورئيس الوزراء الشاهد يبدو بأن هناك كان رفضا وساد الاجتماع يعني أجواء دعينا نقول من الاحتقان ما بين الرجلين وإن خفت حدة ووتيرة الاجتماعات في الأون الأخيرة ما بين الرئيس والشاهد سيما مع دعوات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للشاهد إما بالاستقالة أو التوجه مجددا في البرلمان بالتأكيد يعني بديهيا الآن يرى يبدو بأن أيضا حركة نداء تونس ومن يساندها يعني اليوم حركة نداء تونس لن تمنح الاستقال الوزراء الجدود التي تشكل الأغلبية رئيس التونسي كلهم يطالبون الشاهد بالاستقالة ما هي أوراق القوة التي يمتلكها يوسف الشاهد ياسر ربما أوراق القوة حسب ما يقول عدد من المتابعين للشاري الداخلي وأيضا في شؤون البرلمان يبدو بأن كتلة الائتلاف الوطني المساندة له إذا ما اجتمعت مع كتلة النهضة قد تمنحه أغلبية توصف من قبل المتابعين بالمريحة 109 أصوات تقريبا لنيل الثقة للوزراء الجدد ربما الشاهد اعتمد على هذه الأريحية في البرلمان وهذا التكتل بعد شد وجذبها بعد أيضا ما انتقد الرئيس سيارة الرئيس التونس الباجي قادي السيبسي انتقد خلال تصريحات إعلامية له ما وصفها بالسياحة البرلمانية وهو تنقل عدد من النواب من هذه الكتلة إلى أخرى وهذا أيضا ما غير من المشهد داخل البرلمان وتحت قبته لكن هناك أيضا حراك في المقابل لحركة نداء تونس ومن يساندها ومن يطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة هناك حراك مكثف وكانت الدعوات مؤخرا بتشكيل حكومة جديدة دون حركة النهضة لكن هناك لمسنا الآن مستجدات الأوضاع بعد أن قام أو أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد بتعديل وزري جزئي يبدو بأن الخلاف قد احتدم أكثر نعم ياسر ما بين حركة داء تونس من جهة وحركة النهضة من جهة أخرى وكذلك الحل يوسف الشاهد شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسلنا من تونس